مسألة أنا النهاردة عندي زخم طلابي رائع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كبريات الجامعات البريطانية عندي رأي عام جوه المجتمعات الأوروبية وجوه كثير من الولايات داعم لمسألة الحق الإنساني الفلسطيني ورفض الإبادة ورفض الإجراءات بتاعة الاحتلال وعندي قانون بيقول أنه دي دولة محتلة وآن الأوان أنه ينتهي كل شكل من أشكال الاحتلال والاستيطان والاستعمار لأنه دي الدولة الوحيدة الباقية هل دي ورقة هينفع أن نلعب بيها ولا كمان لازم يبقى في عندنا أوراق ضغطة عربية على الإرادة الأمريكية على الإدارة الأمريكية يعني سؤال أكثر من رائع في الحقيقة وقدرا النهاردة كان عندي محاضرة مع طلاب التراسات العليا في مقرر سياسات خارجية مقارنة وكنا نتحدث عن من هي المؤسسات التي تصنع السياسات الخارجية في كل دول العالم ومن بينها كلمنا على ست مؤسسات ومن بينها الرأي العام وقلت بصراحة أن الرأي العام مهم جدا في الدول الديمقراطية الدول غير الديمقراطية يعني لا تهتم بالرأي العام لا تلقي له اهتمام ربما اهتمام شكلي الدول الديمقراطية تهتم بالرأي العام ولكن إن جاء الرأي العام موافقا مع المينستريم أو التوجه العام للسياسة التي تريدها مؤسسات صنع واتخاذ القرار فبها ونعمة رائع طب إن جاء الرأي العام في الدول الديمقراطية على غرار ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من الجامعات الأمريكية على عكس التوجه العام الذي تريده مؤسسات صنع واتخاذ القرار ما الذي يحدث هنا هذه الدول تحترم الرأي العام ولكن يبدأ دور الإعلام وتبدأ ألاعيب السياسة ألاعيب السياسة فيما يسمى بتحويل الرأي العام أو اللي احنا بنسميه فابريكيشن فابريكيشن لانا بعمل عملية تغيير للرأي العام بالضبط كده وتبدأ مؤسسات الإعلام المختلفة في التأثير على الرأي العام توجيه الرأي العام طيب هل وسائل الإعلام في الدول الغربية موجهة للرأي العام الإجابة نعم بامتياز ولكن يتم التوجيه بشكل يحترم العقول يعني إيه الفرق ما بين إعلام وإعلام لا يوجد إعلام في العالم بالمناسبة لا يوجه الرأي العام كل دول العالم تستخدم الأداء الإعلامية أو السلعة الإعلامية بأشكالها المختلفة لتوجيه الرأي العام في بعض الأماكن يتم توجيه الرأي العام بشكل احترافي بشكل مهني بشكل حرفي بشكل يحترم العقول وفي أماكن أخرى بما فيها CNN بما فيها Fox News بما فيها كبريات BBC وغيرها كبريات المؤسسات الإعلامية توجه الرأي العام توجه الرأي العام بحيث تؤثر عليه وبالتالي في النهاية تفعل ما يقوله الرأي العام أو ما سينتهي إليه الرأي العام حضرة مثال سريع بسرعة بسرعة الولايات المتحدة الأمريكية في 1945 بعد تقريبا منتهت الحرب العالمية الثانية خرجت الولايات التحدة الأمريكية هي الدولة الأغنى والأكثر ثراءا وعملت التجربة النووية في صحراء مكسيكو سيتي فأصبحت الدولة النووية عايزة تدخل الحرب عملت استقصاءات للبحوث الرأي العام رفضوا مجتمع الأمريكي رفض دخول الحرب العالمية ندخلها ليه احنا أغنياء وما حلم لنا أنا بعيد أنا بعيد بالزبط كده خلاص احترمت لكن الإدارة الأمريكية أنا ذاك تريد أن تدخل الحرب لتحقيق أغراض معينة المخابرات البريطانية أخبرت المثال ده بسرعة أخبرت المخابرات الأمريكية بأن اليابانيين سيقومون بعملية عسكرية ضد ميناء برل هرب كان من الممكن أن يتم التصدي له ومنع هذه العملية لكن تاركت العملية حتى يتم عمل دراسات للرأي العام بعد ذلك فتؤيد عملية الدخول للحرب هو ده اللي بيحصل برأي العام هو اللي بيسفعل عمليين تقميك بالزبط كده الله ينور على سياتي إذن ألعاب السياسة توجه الرأي العام ما يحدث الآن ما يحدث الآن في أوروبا والولايات التحدة الأمريكية وتحديداً الولايات التحدة الأمريكية من موقف بين قسين نبيل ومشرف من الطلاب والأكاديميين في الجماعات الأمريكية موقف رائع جداً ورأي عام يحترم وسيظل يحترم لوقت معين إما أن هذا الرأي العام سيخفت مع الوقت لأنه يعني لديهم اهتمامات أخرى وكلنا يعلم أن كل مواطن سواء الأمريكي تحديداً أو غير الأمريكي له اهتماماته الداخلية على المستوى الإنترنال أكثر من على المستوى الإكسترنال أو على المستوى الخارجي إما أن هذا الرأي العام سيخفت أو يذبل مع الوقت أو سيتم تحويله بشكل أو بآخر من خلال خطابات إعلامية وبث رسائل إعلامية احترافية تثبت أن العرب ليسوا أصحاب حق أن حماس دولة جماعة متطرفة يجب إبادتها أن حماس تقف مع إيران وأن إيران تقف مع حماس وأن الاتنين رمز التطرف في العالم يعني مع الوقت سيتم التأثير على الرأي العام بالصبت كده لكن القول بأن الرأي العام يؤثر على السياسة هذا أمر مغلوط للأسف الشديد وبالتالي الرهان على الرأي العام هو الرهان مؤقت حتى نستطيع زي ما حكيت فضلت وقلت حتى نستطيع أن نجد أوراق أخرى يتم البحث عنها أو التفاوض حولها أو تكون محل تسويق سياسي يعني أعطيك كذا فتعطيني كذا فكرة المقايضة فكرة السياسة هاتو خد لكن فكرة الرهان على الرأي العام فقط هذا رهان إطلاقا